تعالوا يا جماعة نتعرف على شروط النجاح لطلاب الصف الرابع الابتدائي في ظل النظام الجديد اللي فرضوا الدكتور طارق شوقي على طلاب الصف الرابع في 2021-2022 يا طارق النجاح هيكون ازاي؟ يا طارق توزيع الدرجات هيكون ازاي؟ في الفيديو ده هنتعرف على كل حاجة فخليكم معانا وعايز اقول لكم يا جماعة الظاهر ان تجربة السنوية العامة أولى تانية تلت سنوي نزلت الابتدائي في سنة رابعة طب يلا نشوف بقى الفيديو كشفت وزارة التربية والتعليم عن الشروط التي يجب معرفتها لنجاح طالب الصف الرابع الابتدائي ومن هنا ننشر لحضراتكم في السطور اللي جاية دية ضوابط نجاح الطالب وانتقاله بالصف الاعلى بص يا شباب من المقرر ان يؤدي طالب في الصف الرابع الابتدائي تلت اختبارات في الترمي الواحد وتحسب الدرجات عن طريق مجموع الاختبارات التلاتة والمهام الادائية في مهام ادائية جماعة زي انشطة كده ودرجات موازبة يخصص خمستاشر درجة على اختبار الشهر الاول وخمستاشر درجة على اختبار الشهر التاني اما الاختبار التالت فبيخصص له تلاتين درجة وتخصص خمسة وتلاتين درجة على المهام الادائية اللي المدرس هيطلبها من ولاده في الفصل بالاضافة الى خمس درجات للموازبة اللي هو الحضور يعني للمدرسة مجموعة درجات لكل المقررات متساوية يعني احنا دلوقتي قلنا التوزيعات بتاعت الدرجات مجموعة مية مية في كل مادة دراسية مجموعة درجات لكل المقررات متساوية وتحسب من مية درجة وتعطى للطالب في صورة الوان يبقى الطالب هيعرف الدرجة على هيئة الوان مش على هيئة درجات البيع الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحا في هذه المواد إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن 80% من عدد الحصص في كل منها يتم تقييم طلاب الدور الثاني على ما درسوه في الفصلين الدراسيين الأول والثاني عن طريق الاختبارات فقط يعني ما فيش مهام أدائية للدور الثاني ما هي إلا اختبارات تحريرية فقط في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر كفلة الشر في أحد المقررات الدراسية أو أكتر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بيعادة السنة الدراسية مرة أخرى يبقى معنى ذلك يا جماعة أن اللون الأحمر مشكلة كبيرة جدا جدا للطالب معنى اللون الأحمر يبقى راسب ربنا يجنبنا ويجنبكم اللون الأحمر يا شباب كده يا جماعة عارفنا تأسيم الدرجات في نظام توكاتسو المقرر على الصف الرابع الابتدائي وعارفنا التأسيم إزاي والدرجات وتوزيعها وإمتى الطالب بيكون ناجح وإمتى بيكون راسب وكده يا جماعة أن تكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة أتمنى لكم دايما النجاح والتوفيق والتفوق بإذن الله وسلام يا أحلى شباب لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله